اشتركوا في القناة حبايبي عنا سكانر الآن نبلش من كلمة سكانر وراح نختم بكلمة اللي هي بادياتريك معناها متعلق بطب الأطفال إن شاء الله بسم الله نبلش بأول كلمة اللي هي سكانر اللي هو ماسح ضوء خاص يستعمل لتصوير الأشعة مربوطة بكلمة اللي هي يستعمل الأشعة يستعمل الأشعة اللي هي حبة الدواء قرص الدواء هو قزر مستدير من الدواء زي حبة الريفانين زي حبة الريفانين يا جماعة M-R-I اللي هي وحدة الرانين المغناطيسي وأكيد اسمعنا بصورة الرانين المغناطيسي الملونة اللي يربط لك هي بماغنتيك رسونانس إميجين التصوير الإشعاعي المغناطيسي الملون أسكان ذات uses strong ماغنتيك فيس to make picture of the inside of someone's body في ذلك هي اختصار لماغنتيك رسونانس إميجين M-R-I ميديكال تريال تجربة أو فحص طبي اختبار طبي بيصير على الحيوانات ومن ثم يجرى على الإنسان مربوطة بكلمة effectiveness فعالية and safety شعني safety أمان ممتازين Implant زراعة الأعضاء مربوطة بكلمة prostatic device جهاز إيش بيكون صناعي أطراف إصطناعية الدرق اللي هو أصل الدواء اللي هو أصل المادة الدوائية اللي هي a medicine or a substance use for making medicines اللي هو العقار الطبي اللي بيسووا منه الأدوية تمام دمنشا الجنون وبنقدر نحكي الخرف بنقدر نحكي الخرف هي مش فحص جنون لا لا شو فحص جنون حرامي غلط طباعة تمام جنون أو خرف الخرف ممكن أقرب اللي هي a mental illness that symptoms of which are problems with memory مشاكل وين بتصير في الذاكرة بنقدر نحكي إذا قريب على موضوع الزهايمر بنقدر نحكي قريب على موضوع الزهايمر كوما غيبوبة مربوطة بكلمة اللي هي extended period of time اللي هي مدة معينة من الزمن يعني في ناس تغيب يوم في ناس تغيب أيام سنين وحسب القصة اللي شفناها كمان في القطعة 12 سنة غيب الشخص cancerous مسبب للسرطان مربوطة بكلمة can cause cancer إشي يسبب السرطان اللي هو الإشي اللي بيكون من مسببات السرطان عافان الله وإياكم ربنا يبعد عنه وعن أحبابكم المرض radiotherapy العلاج الشعاعي مربوطة بكلمة amount of radiation كمية من الإشعاع أوكي عشان تعالج الكانسر outpatient مريض غير مقيم اللي هو doesn't stay for the night ما بقود في المستشفى للليل بأخذ الجرعة وبروح pediatric معناها متعلق بطب الأطفال اللي deals with the children الأطفال and their illnesses وأمراضهم تمام حبايبي فذلك أنا أتوقع إن شاء الله إحنا دائما معكم وإن شاء الله دائما لما أنتم تكونوا number one أستاذكم أكيد رح يكون number one بإبداعكم وتألقكم بارك الله في الجهود بارك الله في الهمم يعطيكم الف عافية شكراui شكرا